حلو حلو هيا بكتن عيال لقيتهم كده دمخهم راحة منهم وقال مركزين لي بقى ايه امهم معلمهم يذكروا يعملوا مش مش لازم تبقى الدنيا يا ساتر يا رب لا ده انت ده انت الواحد يبلغ فيك ليه؟ ليه؟ احييك احييك يبلغ عني يبلغ عني احييك يا اخف دم في المنطقة دي كده خليت لي يا رب هنتعلم خفة دم وهنكبر بخفة الدم طبعا ونتخرج بخفة الدم ان شاء الله اصلي فريدي طب في الحدي دموتين هعملوا ايه؟ هو انا تقول الدم لا يطار لا يطار هي دمان خفيف والتاني هادي زال قطة ماشي في فرق السن بينكم كتير؟ احنا قد بعض ومولودين في النفس اليوم عبدالله انا بص شفت ابص في عينه كده اعرف ان هو جعين فانا حس ان هو جعين فهقوم احضر له لقمة وانت كمان تاكلوا معنا وهنتلع فاصل ولسه مكملين معنا النجم الجامد سامير غانم والنجمة الكبيرة واستاذة دلال عبدالعزيز اختبات قطة اشياء س Jr. امتنون اشياء تكري حاجات دي هكافيهم ن بتكري حاجات دي هكافيهم انا حسة ان انا قللت شوية بالكميية انت عاملة واجب بالله العاصل بجد؟ اه والله يلا بصوا بقى انا ايه؟ يعني مردتش يعني ايه؟ اعمل لكم حاجات كده بسيطة ده كله بسيطة؟ حاجات بسيطة كده ايه؟ عشخة فيه ده بسيطة لا 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 يا جماعة انا بقى ايه؟ مش عايزاكو تتكسبوا بيت الكرم الله يخليكم انتو ايه؟ اصلكو شرقوي زي ايه ولا ايه؟ ايوه طبعا شرقوة ولا ايه؟ بص من غير ما اتفضل انتي بنتي الواقع زو التربوزة معي يا مدينة اه دي تحينة اللي عندك دي اوه يا سلام طرف يتقشري لحب التحينة يتقرجوا علينا كده اتفضلوا معنا الله طبعا مش عايز من ده كريسبي؟ هم؟ كريسبي ده تجربوا الله يجبتين يا شماعة طب انت اقول لي ايه كده اكتر اكل انت بتحبه اللي انتو عاملينه ده؟ بجد؟ اه وفيه اجمل من السيفود معين الدكتور مانعوا علي في حاجات كده وبالزاد ده انما واحد خليها على الله المهم الواحد ياكل اللي في نفسه امم صح؟ طب قولولي كده في بداية الجواز مسلا دي دي عمايت لك اكلة ما عجبتكش؟ فشر بداية الجواز لحد النهاردة والله هو كان لسه يقول فشر مابلش الحاخ ف��ki كده اكتر عان والطبيق ده نفس زي ما بيقولو لا هو أول ما تجوزنا جاب لي جنبري وقال لي عمليه بقى هتعرفت عمليه وصوله اه اوصف لي وانا اعمله وقال لي بس ما تحطيش عليه مياه فما غسلتوش انتسمعت الكلام وحبطيته بالحلة وقال لي كل شوية اعملي كده اشيل البتاعه وعملوا كده وغاية من استوى بعدين جاه قال لي ايه ريحة دي صوله الجنبري طبقتي من غير ما تخسليه يا ليلة قال لي ده جلده ارامي بدور جلده ارامي طبعا لنشيتي يوم ده طب مادم ده لان ما تبختيش ولا مرة حاجة كريسة لا بطبخ اللينا ده بكشين مصابيز لا تطبخ يعني ايه عصر تطبخ يعني ايه جايلة مصاب لا لا اتمرش في يوم اماما ميتها الله يا رحمة كانت تعمل حاجات حلقة اوه لا بس انا لما بنوي اكل حلقة اه يعني بتبع الموت بقى يعني ايه نفس نفس في الاكل بزمتك ده المهم كالتي كريم كراميل زلانة لا بيعامي الكريم كراميل زلانة بجد اه 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 والمصحب معرف ازاي انما بتطلع كده بركة بتطلع بالحظ كده تاخد المعليات الكريم تلاقي الكراميلة سحساحد معاك اوه بضيعة وانت تقدر الكراميلة تقف قدامك يا سامورة ربنا يا خليل ملازم يا اختي ربنا يفتحها في وشك حبيبي بتعمل ايه مادي بتعمل ايه ايه ده سوريا ولا بله ايه ده لا لا مش عايشة لا الفسفور غلط عل política ايه ده فسفور ايه انا cancel لا لأ الفسفور غلط عليا لا كلها انت ماقول ما ما دال الليicideك ده ايه لا استدختور قالي خفوا في الفسفور عشان انا بقيت ازود علي الموضوع شوي ماベلأ اقولك حاجة ا MUSIC ايه اللي فإ força ايه نه جمال ايهه استقلوا جمبالي وزيرهم هم ما حاتش نوار فاش عاجة نوع طب انت بتصدق فعلا في الموضوع الفسفور اللي في السيفوت ده؟ لأ صح؟ اللي اجيب لك بطاطس يا ايه ده؟ احب البطاطس البطاطس اللي مع السمك في الصنية لأ المقحة ده برنامج ده ايه يا مديده؟ كل وشكر ايه دي؟ برنامج كل وشكر طب قولنا انتو تعرفت على بعض ازاي؟ مش في صنف حلويات؟ صح اسمه كل وشكر طب قولنا تعرفت على بعض ازاي؟ ده ايه؟ لأ فبقك الله 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 الفهنة عايزين نعرف تعرفت على بعض ازاي؟ يلا هوي لا يا سمير ببوظنش هدومي والنمي شكرا يا سمير اعطى هرب؟ بلاش؟ لا 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 مش عشاننا بنشتغل طب قولنا تعرفت على بعض ازاي؟ زي الناس؟ انا سمير غانم هو اللي عمالي تست تست في المسرح كان جورج سيدهم ربنا يمسيه بالخير كان كنت انا جديدة خالص ومعافل مسلسل وهم كانوا بيعملوا مسرحية اهلا يا دكتور ولسه ما جابوش البطلة فجورج سيدهم قال لي تعالي اوريك السمير غانم والله يرحمه استاذ حسن عبد السلام المخرج قبل قبل دي اعرفة مين اللي كانت حتيجة تعمل للدور اثار الحكيم سبحان الله وقشفها الاستاذ حسن عبد السلام اللي ارحم كل حاجة جات اثار الحكيم بكلم استاذ المنتج كان سمير مكتشفها اكتشف اثار هيا جميلة اه كنت كافي شوب كده لزيزة وجاية اجنبية كده المهم ايه ففي المنتج بقى الرياض الارياض 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 كنت قاد عنده قال لي اخي مفيش جبوب جديدة وطير والله انا جات بنوتة عشان مسرحات جديدة زي الامر قال ليها تالي وقد غلطيتي بقى رحت المودهان وما طلعتش لا كان ايام ها المسلسلات اللي بنصورها في اليونان ودبي وكده فخدها بقى مسلسل فرجعنا بقى كان ايه من نصيب الانسة وهي جاية كده حتتشف فجورج بقى قدمني وقال لي جملة انا منسهاش ان الفن مالوش وسطة يعني مش فلان ده بس قدم لو انت موهوب وعندك استعداد حقيقي وبتحب الشغلانة هتنجح انما يعني ممكن واحد يجيب وصاية الدنيا كلها ويروح لأكبر مخرج وأكبر منتج لكن هو ما عندوش الموهبة دي ما يمشيش قبل صح صح هي بس بتبقى خطوات بتساعد صح فهو قال لي لو انت كويسة هم هيخدوكي انا مش مش هقرب لك يعني مليش دعوة فطلعت بقى على المسرح وعمل لي تست استاذ حسن عبدالسلام المخرج داني جملة كبيرة كده من الدور اللي انا هعمله وقال لي قوليه بدلع قوليه بقوة قوليه بأجريسف قوليه مش عارف ايه كده شريرة مش عارف ايه كده يعني السلام أبقى للأستاذ حسن أنا بقى لقيت بيتي موزة حلوة جاية أيوة تمثل متمثلش مش مهامة مهامة يا حالك وعجبت بيها من الأول خلاص قالت مش مهمة بقى تمثل تلعب بتاع خلاص مدام وجودها معانا خلاص هاي هم مرنوها بقى الساس حسن والجورج وحاجة كده بس اكتشافت فيها حاجة بقى انا اولا ممثلة صادقة جدا على المسرح وما تتحكش شوف انت عارف انا بضحك ازاي يعني انا مساش ماشت في فارس بني خيبان ونواف كده بتغزل فيها وقلتني يعني الكلام ده انت ما قلت لهليش قبله من اتجوز لو كنت قلتلك ده ما كنتش اتجوزتك يعني انت من نوع الكاتوم كده تعب كده على جوه على طول طب يعني ما بيقولكيش كلام من بطارق ايه انت مش معانا اللي راح راح الماضي مضمون انما ده اللي مش مضمون الماضي مضمون من دخولي والله ما تكل ايه ما ده في استلطاف خاص غير البطارق مش محتاجة دول عصافية دولة لسه عصافية انا اجيب لك بطاريخ يا مدي لا انا اكلت منها اديتني بطاريخ حلوة جدا طب قلنا يعني هو بجد وقصة سامنو بيقولكش بقى كلام حب وكده ما كانش بيقولك لا 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 هو اللي عايش لا كان في الاول مثلا بيعجي يدلعني بقى قبل ما نتجوز بالراجل ييجي بتاع الفل فل يبيه ياخد بقى 4 سنين 4 سنين 4 سنين مصرحية شغالة كنا فيها زل المخطوبين اول ما تجوزنا بقى الراجل بتاع الفل يجي قال له مش يا ابني تجوزنا رحتها بقى ركزت همها تمشي كل الحوالية اه اه تروح من المنارها يفعل زنبا مطيارها وقفضت لقيت نفسي وحده على طول طبعا افشتيه يعني اه 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 قلي دلال انت عربيةك الجديدة عاملة كم ألف ترو 12 ألف يا أستاذ قلي منهم 11 ألف بتلف ورا سامنه اه 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 عشان ايه يجي بقى براحته بقى جايب معا واحدة صاحبته الحد جاييني وانا منتظر اه فيبقى متطمن وهو طالق وهو مره طبعا يلاقيين انا قريدي جوا الشق جواه منفضت الجهات كلها انت مكنت بتعملي ايه بقى لأ ولقتي فعلا داخل معا واحدة صاحبته لا لا ما شوفتوش ما حصلش الحمد الله كتبص بصة اللي معايا التاجر على طول اللي معايا لا ده مره جاي بقى ما يجي ده اقولهم على الفضايا قولي قلي راح راح قلي راح داخل البيت ونزلت قلت راح اجيب التموين داخل البيت قلق الباشا بقى ايه صوت بقى داحك بقى وكركعة بقى وفي الاخل اللي لاقيه جايب واحدة ملبسها ياباني يقول له اصلا انا مودي في الحاجات الصغنان طب اتجوزني ليه ده بيرسم على انك انت تعمليله يابانية يوم يابانية ايه ده جايب واحدة قد كده مش عكيلي على مقاس اصلا واحدة قد كده وشائلة على كدفه طب انت تجوزتك ليه لما ده كيبا ده انت بيتقولي عليه ده قاله وشائلة على كدفه نزي طب قلولي ايه اكبر مشكلة حصلت فا حياتكو الزوجية لا الحمدلالله هو اكبر ماشاالله ماشاالله لا أخيف يامي انا مخي كبير وأنا اكبر منيك كثير وتلقى بساعة إيجاة etich وطورتي هنكبر منك بعشرين سنه كليه كلي بالك يعني ماriendاقنيش بقى وبتعكنيش علي сегодня هي هالة في الحددى دي مجتري بالك يا مجرم أيوة بخف الدم أيوة أنا براجل واخد من هنا فوت فالراجل اللي يفهم يعامل المراتو واخدها قال لولو قال لهم اللي عايز تخلص منها اتجوزها أنا حبيت أخلص من دلالة عصر ليلي اتجوزها أيوة لو متتجوزيها بقى تضماني ما فيش مطاردة بقى ما فيش روضة أنا عامل زي معاها خبر دماغي ومطنش مطنش مين أنا كنت معبرك أصلا ده أنت حفيت ورايك مطنش مين حفي أنا بتكلم بعد الجواز مش قابل الجواز مش نقصي ما تتلمي حرام عليك تتلمي مش متهم الناس عايز أقولك حاجة بقى تستطع تضحك عليها تستطع بلها لما الست بقى تحط راجل في دماغها وتقولها ده كان يجيني مسلسل برا مصر تفضل تضحر لما تطلع هي يقيمة نفس المسلسل ده مسلسل تاني المهمة وراك وراك أنا بتزيبها في الطيارة وراك ألاقيها طب انت كنت أكيد بتفرح بالحاجات دي مش قابل يعني كنت بجد كنت صراحة ما بلوم صراحة كده كده شالت البطرخ من بقى ما لحقتش في تانة دي كده لا أصلا ما حبش المفاجأة أه ما حبش المفاجأة الغير منتظرة طبعا بس دي خلاص كت أيام الدلع بقى دي بقى انت تعيش العمل بكل رفض دلع بص بالردية الصحيات بقى أول هدية جبها لك أستاذ سامير إيه آه حلوة أول انك سألت السؤال ماشي آه أنا وهو عيد ميلاده 15 يناير وأنا 17 يناير نعم آه خلاص حلوة فأول سنة اتجوزنا هو قبل مني قلت يا بيت إيه خليك الشيك بقى وعطي له هدية حلوة آه جبت له هدية حلو فقال لي اه مش بيفتي قابل شكرا لا والله لا لا جبت لك هلها هو إيه انت تنسيت؟ طبعا لا ده أنا من كترهم مش فاكرة طبعا نفتكر مع بعض دبقا بعد يومين بقى أنا قلتها هيردلي بقى هدية هيجيبلي هدية بقى تاني يوم بعد يومين بعد يومين آه 17 فالقسو بيقول لي إيه شكلها وحش قوي أن انت لسه جايبالي هدية مبارح وأنا جيبلك بكرة هدية لا 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 عينيه خلاص دي أول سنة واش فجيت تاني سنة بقى ما نلقيمة برضو ألقم الفلاحين فيا بقى الشرقية فجيت بقى يوم 15 طنشت كل سنة أنت طيب يا سمير ومن غير هدية فهو جي يوم 17 بقى أنا منتظر الهدية ما نوردتش بقى عشان هو عشان ما تقوليش بقى دي صندي فلقيته بقول له إيه سمير مش النهاردة عيد ميلادي ما جبت ليش هدية قال لي بنتي لو كنتي قدمت السابر الله ده ما فيش فايد ما لأ من ساعتها بقى لا هو يجبلي ولا أنا جبلي طبعا بس هي ايه لو الله نص فلوسها رايحة كل صحابتها ماشاء الله لا أنا أحبب أفكر في الهدية فكل واحدة عيد ميلادي هتكون مجهزة ألاقي حاجة داخلها دامي ده عيد ميلادي ما عرفش مين ده عيد ميلادي اسمها ايه وده يعني حقيقة هم كمان بيجبول يعني هم آه يعني مصرحة هبالة هم دي فلوسهم رايحة كده دي فلوس رايحة طرطة مش دلوقتي صح واحنا صغيرين وهي كمان هو كل حاجة زمان كانت لها طعم كده صح صح طب ايه تاني كان في بداية جوازكو مثلا حاسين ان هو ما بقاش موجود دلوقتي كل حاجة ليه يعني ايه كل حاجة مش عادة لا يعني مثلا ايه كنت بسلا لما تروح حدرك شغل فمسلا هي تحس ان انت وحشها او هي مثلا لو تأخرت شوية لا 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 اصلا احنا من ساعت ما تجوزنا وهو بيشتغل وانا والحمد لله بشتغل بصي خدنا الفترة الزهبية يعني فترة الخطوبة بتاع دي كانت فترة الزهبية جاء الجواز بقى عادي بقى لا واحنا متجوزين عملنا مسرحيتين مع بعض ليه فرس وبني خيبان واخويا هيصرنا كانت فضيع هي كانت ماشاء الله فكنا يعني حشلة مسرح وبيت دي لها متعة خاصة يعني صح كنت تبقى نازلين كده رايحينيش شغل مع بعض كان احساس حلوة او اما انا ما قررتهاش اصلا مش معقول هيبقى البيت والمسرح قد تليبها لك يبقى لازم اه اه لا بيبقى صعبة صعبة على الراك لا هو هو كمان ما بيبقاش بقى واخد راحته على المسرح يعني الادوار لازم نطلع بقى زوج وزوجة لان كنا قدمنا بقى واتعرف ان احنا متجوزين ومخلفين وكده يجي مثلا هو بيحب بقى يتغزل في البطلة بتاعته فمش واقولها هيبقى يتغزل في امراته الناس مش هتصدق فكان ده دايما يعني وجهة نظره قال لي لا خلاص دلوقتي لو مثلا موضوع مسلسل مسرحية وطلعين احنا اتنين متجوزين اوكي اقولك حاجة كنت في المسرحية واتغزل فيها انسى النادي مراتي اه اه ني بنت امور جات الحارة كده كنت ورد لسه صغيرة ابتدي اه ابتدي بقى انا اقول حاجات هي تضحك بقى يعني حاجات كده مش فاكر طبعا بقول ايه انما ابتدي اتغزل يعني عشان اطلع بره الدور طب انت على مدار حياتكم بقى السش الناس انه دي مراتي طيب السوق ايه اللي بقى على مدار حياتكم بتحط فلوسكم على بعد كده لا لا ليه بقى بس محدش بالتصلين لا 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 اي حاجة تيجي اه يا انا ادفعي هو يدفع واحد مم في الدفع تماما انما في المجيء لا طبعا فلوس الوقت او مين معفلوس اكتر دي مهمة قوي على فكرة لا بس حقيقي مفيش فرق يعني عمرنا احنا ما نعرفش منصرف ايه يعني مفيش ميزانية للبيت تماما يعني احنا واحنا شغلتنا بالذات صح يعني يوم معانا ويوم ما معناش يوم نمسك ادنا شوية ويوم نزود الحمدلله ربنا يفتع بس يعني انا بقى سيب شنطة قد كده فيها بقى هي بقى تعلمت البنات تعلموا كمان يبقى ايه والشنطة هي في ايه لا اعرفين لا في المكان خد يا دلال وانعدتكن هي قبضة وبتاع انما عادة بقى قليني بس الشنطة ده متين جنيلة خدش لا الحمدلله عمرنا ما اختلفنا في المسائل المادية الحمدلله ان انا بسمع بلاوة يعني بابين الناس لا 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 يعني وانت صرفت كم وانا اللي جبت كذا هي كده والله والمصحف هي كده عمرنا يعني مثلا بتاع الكهرباء يخبط انا اللي فتحتي بقى انا اللي هجيب الفلوس وادفع سمير طب انا عايز اتقالك على حاجة يا ديدي انت شايفة انه اصلا الست المفروض فعلا ان هي تشتغل وتساعد جزها ولا لو لقيته مستهبل وعمل ايه مش من هنا كده تبتدي بقى تلم الدنيا نعمل ايه لا لا طبعا يساعده بعض طبعا حتى لو هو مبطرة وهو لو فيه ايام مثلا لقدر الله ميلت معاه شوية لازم تساعدين يقلص طبعا لازم هي اللي تسده لازم تساعدين تتلعي وهو نفس الشيء برضو اهو اهو نفس الشيء ايه بس الجزئية اللي فاتت دي مهمة اهو طب امتى الست توقف ده اهو لو حست ان ايه حصل لا ولقيته جبالة بقى اهو 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 ولاقيته مصنعش الله اللي صيير انه قصياره والله انه كجا والمصح ايه فرطة وما بتطلش جيب جيب والله ايه فرطة ها نشمتة حمره وملاها وشبه من الشنات من عندها ومعا تابعتين الراجل البخيل بيبقى بخيل في كل حاجة اهو اه بنكرشه كبير لا بخيل في كل حاجة بخيل في عواطفه اهو 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 والله بخيل في حبه اهو في ناس أعوذوا بالله يعني دي لا فينا ولا في البنات لا الحمد لله حتى بيجي وده برضو تعلمنا من أهلنا يعني أنا والدي الله يرحمه وكي راجل مات كان صعيدي وجميل ومات لي وقى شرطة ومات كل مرتبه اللي كان بيخدم الحكومة أمي الله يرحمه كانت معيشان أكننا مليونيرات بالبساطة قوي هو كان زمان فيه بركة كتير قوي يعني وأنا في الجامعة بعدما سبت كلية الشرطة وجاتني حالة نفسية بقى كده وبتاع دخلت الزراعة في اسكندرية أنا كان المصروف اللي بقى طولي ومن المرتب عشر نيه يعني مرتبه فقط لا عنده أرض ولا حاجة بس الأم بقى الستة هي المدبرة صح صح أمي الله يرحمه ما شاء الله كانت يعني هو واضح إن حضرتك طبعا ما شاء الله الأصول الجدود حلوين والأمات حلوين وحضركوا حلوين وخلفتنا أولاد ربنا يحميهم يا رب يعني فأنا عايزة أطلب منك طلب بقى تطلعين أفاصل بالبتروخ بمه جمبريه جمبريه هنطلع الفاصل هنطلع الفاصل في الكاميرا بتحضرتك هنطلع الفاصل هو إيه؟ استنونا